مرحبا بكم في قناتنا فاسكساس قصص خيالية جميلة مع فدى وفرح فأر في بيت تامر أريد أن أخبركم أن هذه القصة من كتاب المدرسي لا تنسوا الاشتراك لتصلكم قصصنا الجميلة وتفعيل زر الجرس أنا فأر صغير أعيش في قاعتي سينما رأيت فيلما اسمه لتل ستورت أو الفأر الشوكي يحكي عن عائلتين لديها طفل وحيد استضافت فأرا في المنزل ليكون صديقا لطفلها تمنيت أن أكون مثل الفأر البطل ووجدت ووجدت طفلا يشاركني أمنيتي ويطلب من والديه أن يستضيف فأرا في المنزل وسمعت الرد نفسه الذي قاله والديه لا تصدق كل ما تراه على الشاشة انتهى الفيلم تسللت تسللت إلى حقيبة تامير فحملها عائدا للمنزل وفي غرفته كفست من الحقيبة صرخ تامير فأر اختبأت كانت مرتبة لكن قرفة تامير كانت عكس ذلك تماما بقايا أكياس الحلوة تتناثر على الأرض والكتب والملابس في كل مكان في الصباح اختبأت داخل جيب صغير في حقيبة تامير حمل تامير حقبته وطلبت منه والدته ان يأكل الشطائرة التي اعدتها له ولا يعود بها مثل كل يوم في الطريق الى المدرسة رأيت لأول مرة الشارع كان مستحما بالسيارات التي لا تحارم كواعد المرور في الصف كان تامير يقرأ مجلة ولا ينتبه لشرح المعلم وقاعة المجلة على الأرض بسرعة التهمتها وفي الملعب اشترى تامير كيسا من الحلوى اكله تهى اليوم الدراسي وعاد تامير للمنزل وغضبت والدته عندما وجدته لم يأكل الشطائر في الليل تسللت وأخذت المسروف من الحقيبة ووضعته في الحصالة التي رأيتها فريغة تماما في اليوم التالي اضطر تامير أن يأكل الشطائرة التي لم يفكر يوما في تذوقها ليكتشف كم هي لذيذة اقتربت أيام الانتحان وتامير لا يزال يسهر كل ليلة يلعب بلاي ستيشن في وقت يعتقد ويداه أنه يسهر ليدرس دروسه كردت بأسناني السلك من دون أن يشعر فتوقف الجهاز عن العمل وبالطبع لم يخبر تامير ولده حتى لا يكتشف أنه كان يلعب ويهمل دروسه نام تامير واستيقض مبكرا في اليوم التالي وكان نشيطا في المدرسة فشعر تامير بالتميز والمسئوليتي كنت أساعده من دوني أن يشعر بوجودي أرتب له حقيبته ومكتبه فتفرح ويدته ظنان منها أنه رتبها في يوم عيدي الأم ولي أولي مرتين اشترى تامير لوالدته حدية جميلة ونجح تامير وكنت فخورا به واليوم كررت أن أعود للسينما للأطفال الذين يخفون رؤيتي على الطبيعة ويسعدون برؤيتي على الشاشة لست نادما على رحلتي مع تامير فقد تعلمت منها ألا أصدق كل ما أراه على الشاشة أنا فقر صغير أعيش في قاعة السينما تمنيت أن أكون بطلا تسللت إلى حقيبتي تامير التي حملها عائدا للمنزل هل تذكرون عنوان القصة فقر في بيت كامير شكرا لمشاهدتكم معنا لا تنسوا أن تذوروا فالسكسس دائما لمشاهدة فيديوهات جميلة لا تنسوا الاشتراك ومشاركة أصدقائكم القصة إلى اللقاء